موسيقى اخوتي اخواتي السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ديرها غازوينا حلقة اليوم سنبدأها برئيس فريق الرجاء البيضاوي بودريقة الذي سمروا عليه البوليس قدام داره وقفوه وقادوه عند قاضي التحقيق وهذا الخبر نشرناه في حينه وكيف تعرفوا ما عمر موقع برنامان بوانكم انشر خبر كاذب حيث يعتمد على منهجية صحيحة للتحري وعلى مصادر موثوقة ولكن هذا الرجل من الذي خرج من عند قاضي التحقيق وقال لبعض الصحفيين الذين تصلوا بهم او تصلوا بي هنا في طموبيلتي وراجع لداري ايه عرفناك في طموبيلتك وعرفناك راجع لدارك وتصورتي في صالون جميل وكا تقول بان ما عمرك تعتقلتي باش تكدب برنامان بوانكم برنامان بوانكم ما قالش انك تعتقلتي قالت وقفتي قالب اللي صحاب الحال سمروا عليك حدا دارك ومن اللي جيتي قرقبوا عليك ودوك بزز منك القاضي التحقيق اللي كان طالبك ياك ما كذبناش عليك ايه ويلا بغيتي تتحدانا نوض كذبنا ويلاك انتي صادق مع نفسك جاوبنا ووشخ دوك البوليس لعند قاضي التحقيق من قدام باب دارك ولا لا خرج لها شرح من اللح وخلينا من الخوة الخاوي تعلموا تقولوا الحقيقة رهما فيها عيب انتزع ما رك رئيس نادي الرجاء البيضاوي يا سلام فارق اللي عنده تاريخ وإنجازات وراك قيادي في حزب التجمع الوطني الحراري يا حسرة وراك متابع قضائيا في العديد من القضايا وراه سبق العناصر الضابطة القضائية في الدار البيضا استامعوا ليك على خلفية الشغب اللي وقع في الملعب وخارج الملعب في نهاية كأس العرش وراه انشرنا خبر فيها التفاصيل كاملة ومنها النكت ملصي من المسئولية ولحتيها في وجه جامعة كرة القدم اذا ما خسرتي ولا تقول الحقيقة وتأخذ العبرة من رئيس أولمبيك آسفي محمد الحداوي اللي هو متابع في حالة اعتقال يعني هو في السجن وحنا من جهتنا كان واعدوك نبقوش الدين معك الخط وكان واعدوك من قوله غير الصح والحقيقة ولا شيء من غير الحقيقة احنا ماشي موقع ديالتشهير احنا موقع ديالالخابر اللي ما فيه الاكدوب ولا زيادة وهذا النصيحة صالحة حتى الاني سبيرو عضو المكتب السياسي الحزب التجمع اللي قال علينا طلعنا عليه خابر ماشي صحيح وخحنا مطلعنا عليه الا خابر ولا جوج احنا عاد غنكتبو عليه خابر في الأسبوع الجاي اما في الأسبوع اللي فات احنا قلقنا على التصريحات ديولو وكتبنا على وزارة حزب اخنوش السابقين والحاليين وكيفاش خرجوا يمضحوف زعيمهم لحد التبجيل والتمجيد وقلنا ان هذا التبجيل هو اللي كيقود للغطرسة والتكبر ولكن هاد الناس عيواض ما يحكوها ويسكتو ويقوموا بغاو يزرعوا فيديو باش يقولوا باللي الخبر ماشي صحيح يعني السيئاني يسبرو خايف على البركة والسيارة اللي مانحهم لي الزعيم ديالو وخايف على واحد تعيين مفترض ربما يكون تبخر وناطقين فينا في قاطع باللي راه قال على اخنوش باللي رفع ليهم رأسهم في الداخل والخارج حلف باللي راك ما قلتهاش السيئانيس حلف ده بنتا ما قلتهاش ياك وبينو بينك الحق وبينو بينك الايام اللي جاي حيث الفيديو اللي كتروج فيه ورسله لنا واحد زاميل راه مشوه بالمونتاج الجميع ويمكن لهم يشهدوا بها ليتمشوا في اقاليمهم في جماعتهم في جهتهم داخل كل الطراب الوطني وخارجه ورأسهم مرفوع لكن مادمتي السيئانيس بيرون كارتي فراه بحالي لا بغيتي تقول راه أخنوش ما رافعش لكم رأسكم شد معنا الطريق عفاك وش قلتها ولا لا مادمتي ما سكتش ومشيت تكتب فينا سنجيبوا ليك مقال آخر على نشاط حزبي خاص بالعنصر النسويديا لكم في الدار البيضاء من اللي قلت باللي راح حزبك غايبقى في الحكومة وراه مرة هي اللي غاتقود الحكومة في الولاية القديمة وهذا حزب شوافاث يمكن ولكن اللي أخطر من هذا أنك تفايلتي على الزعيم ديالك باش يحيد من رئاسة الحكومة وخى الأمر يتعلق غير بتعديل حكومي ونسيتي باللي هو طامع يبقى حتى في الولاية اللي جاية وغير كونهاني أراه الخبار ووصلاتوا في الحين منطر البيضاء في الحين وقبل من الاستراحة وما نقاطلوش معاك الوقت حيث الخبر غايخورش في الموقع بكل تفاصيلو ولكن بغينا نسولوك علاش كتتنا غير في التعيين وعلاش ما تنوضش تخدم على راسك ماشي غير بوحدك انت وحدين أخرين علاش ما تنوضش تخدمو وتديروا مقاوالات وتشمروا على كتافكم وتخدموا أولاد الناس وتنقصوهم من البطالة يكدوا استوازير ثلاثة مرات يقوموا لحقه يقمط عقله وينوض يخدم بلاده ويساهم في تنميتها أما فلوس الريع والأجور والإكراميات رهما ديماش على أولاد الناس قدرتوا ليهم أوراش بألف وخمسمائة درهم وانتوما اللي تحتمنكم ثروات ديال الفلوس كتستافدوا من فلوس الريع على الأقل سبعات المليون في الشهر نحن نقول في حلقة أخرى ما الذي يأخذها من وزارة التجمع وبالريع أولادي ونكشفوك كيف ننتقلهم من جاه الجاه وبنوا فيلاتهم من بعد ما كانوا يعيشوا في الشقاق ونجعلوا كل واحد مع ضميره أما سي الصديقي وزير الفلاحة فصراحة نحن نعرفه باللي هو اللي كان خدام بجد في أوراش المخطط الأخضر من اللي كان أخنوش وزير الفلاحة حتى هو وفلت له اللسان وقال لك ره تعلم من أخنوش اللي ما تعلموش من شي جامعة دولية في فرنسا ومريكان والحقيقة أن السي الصديقي قارع لأخنوش وأخنوش هو اللي تعلم منه ماشي العكس وخف الصراحة كان خاصه يعلم ويربي ولاده أولا وراحنا خرجنا خبر على حادثة السير ديال بنته وظروفها كاملة والحالة اللي كانت عليها وقاش لقاو عندها في الطموبيل هذا واجب ديالنا باش يكون مجتمعنا مصان ومحصن الأب يعلم ويربي والمعلم كذلك والوزير عنده رسالة للمجتمع انطلاقا من أسرته أولا ونحن نطلق في المواضيع الأسرية ولكن بحالنا بحال كل صحف العالم كان يهتموا بوزراءنا وبمحيطهم كامل لماذا كيف يوقع الاستعازيز عندما ظهر في الليل واحد الزاوية في شو كأيت بها اسميتها للا فاطمة تعالاتس كان قبل منه جوجة الشخصيات الساميين ظهروها وصلوا فيها وعطوا ما يقسم الله المريدي الزاوية وشرافاءها ولكن في وقت كل شيء يتسنى نفسي عزيز كيف يدير كيف وصل هو وزوجته طلب مكان لمرحض ومشات له زوجته المهم في الوقت الذي وقعت هذه الواقعة كانت زوجته صراحة كانت فرصة كيف يدير هزوينة وصلح الزاوية والمراحض والله ما دار شي حاجة هاتش اللات الله دابا بغيت نقول جوج كلمات العزيز غالي رئيس الجمعية المغربية الحقوق الإنسان كانت تهددنا بالقضاء هو هذا حقك غير شمر على كتافك ودعينا تحويلات الضخمة التي تلقاتها الجمعية من الخارج وانشرها برلمان بونكم رأيها صحيحة ومأكدة انت غير دعينا ونحن نخرجوا الدليل اما قضية الدم الملوث تشجعوا وقلنا ما هي الشركة التي تريد الخدمة في وزير الصحة خالد أيت الطالب ودافعك انت قلت بأنك لم تذكرت أيت الطالب باسمي لماذا تكذبوا يا عباد الله من اللي ذكرت وزير الصحة رأي طلعت صورة خالد أيت الطالب في البرنامج اللي كنت دايز فيه وذكرته بالتعريف يعني قلت الوزير ماشي وزير سابق وهو ما كانش وزير الصحة في ذلك الوقت لماذا؟ قل لنا لماذا؟ هذا موضوع كبير خصوح القبو حدو رأيك حاصل وغارق حتى الودنين وقبل ما نختم قلت نتكلم عن الوضع الصحي السيزيان المحامي السابق والمسجون حاليا قلنا نقول له بكل عاطفة ومتينان ستخلعنا عليك لما سمعنا بالذي تصبتي بالشلال بمعدل 80% صراحة تخلعنا لا شيء تزيده عليك حيث الجانب الإنساني يسبق كل شيء لكن عندما نطلب تأكيدات ومعلومات بحكم مهنتنا تفاجئنا بأن الأمر يتعلق بالتهاب مزمن في المفاصل يعني روماتيزم وعندما نقول مزمن يعني أنك تعيش معه وأنك موجود تحت العناية الطبية اللازمة هذا الشيء لماذا نريد أن نقول لك؟ تبلغ الناس الذين يكتبون معلومات غالطة لك وخاصة الموقع الإخباري تبلغهم لكي يستحييوا ويتقوا الله فيك وحتى هذه يراعيوا فيها الجانب الإنساني ستسبق كل شيء وديرها غازوينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر